بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلالله?.. الوحدة مدرجة 13 من كتاب application A One Treasure الوحدات من الاول الى 12 موجودين على المنصف المحتوى يعني الوحدات ستجدها موجودة في موزعة في معطاقهулярoo شهر 2.4 وتدخل المحتوى�리ب بشهر 5 وتجد زر großes هالا ستجدها اول وحدة فى كتاب. 떨 planted together with a page pages هل نسيقها كده بجملة低 ون تجمع ونركض ون تقمع paul اول وحدة بasآخصار سوف تسافر من شبرة للجهزة كل يوم ترجم من الكلمات الأول لكي نعرف ماذا نفعل أول شيئا معنا كلمة اكميوت اكميوت دي معناها رحلة العمل الرحلة التي تمشيها كل يوم كميوتس يعني يسافر كميوت رقم سي معناها يسافر كفعل ومعناها كاسم رحلة رقم دي كميوترس دول الناس المسافرين انت بتقول لي هي بتسافر كل يوم من الى يبقى هتقول لي شي كميوتس لرقم دي لماذا ناخد شي كمية كميوترس دول الناس المسافر لكي يسافر كفعل مفرد فالمفضون نقول شي كميوتس لكن اكميوترس دول الناس المسافر رقم اثنين انا بس عندي رحلة قصيرة للعمل يبقى اي هاف اي هاف اونلي اي شورت كميوترس دول الناس المسافر الى رقم سي ده معناها ان اي كميوترس رقم ثلاثة القطار بتاع الساعة خمسة ده بيكون معبئ بالمسافرين ده هو كميوترس رقم دي لو انت ما كنتش حافظ الكلمة دي وققى في الفيديو واحفظهم الاول سريعا وبعد نكمل بص معي هو عادي لك تترجم الكلمة دي الاول كده عشان نعرف حين بنعمل ايه كلمة ديمتريكالي معناها مطابق او معناها تماما سوري معناها تماما ديمتريكال معناها مطابق يبقى ثاني كده ديمتريكالي معناها تماما ديمتريكال معناها مطابق ديمتريكال دي نص القطر طبعا تعرفها وديامتر برضو نفس المعنى طيب انت بتقولي بقى هو ايه هو العكس المطابق لاخوه يبقى المفهود نقول ديمتريكال اوبزيت طيب الجملة اللي بعدها هتوضح اكتر هو دايما بيحمل آراء معاكسة تماما لآراء الناس تماما اللي هي ديمتريكالي طيب بعد كده رقم ستة زانوات أوفزا تري ترانك ووز مور ذان امتر ايه بتاع الترانك بتاع الجزع الشجرة كان تقريبا اكثر من متر يبقى نصف القطر نصف القطر يبقى ذا دايمتر رقم سي طيب رقم سبعة كبير لا嫌ب مزين الناس لكن لقد أصبح هذا الايء موختاره الأفتى بتاع الش Lives محبتنا مجروح الحديث لكي دائما عملها على المعاني product investment Paul دائما استثمر والمستثمر والمستثمر و مموختار المستثمرين ولكن عملت wyk facilidad استثمر destro Bulb I bought this لكي استثمر النقودي دي معنى المدخرات وبمناسبة الان نجي الكتابات يعني طريقة العمل الطريقة التي يعمل بها شيء ما زي كان في جملة قبل كده قلناها يعني انا مش فاهم طريقة الدماغه دي مش ازاي قرر انه يعمل ايه في كل مدخرات حياته ان يستثمره يبقى ان يستثمر رقم بي هذا يعتبر اتفاق او صفقة عظيمة للمستثمرين يعني عايز جمع الذين يهتمون بالشركات الصغيرة يبقى ان يستثمر رقم بي women have contributed to economic growth اول واحدة كلمة massive دي معناها هائل او ضخم كلمة mass دي معناها يحشد ومعناها كتلة ومعناها كم ومعناها شامل طيب ومعناها جمهور كمان ماسس دي الجمع منها لها جماهير وكده يعني massively معناها بشكل كبير طيب ما تيجي نحل الجملة يقول لك النساء have contributed يعني شاركوا ايه في النمو الاقتصادي شاركوا بشكل كبير بشكل كبير يبقى massively لكن ممكن نقول women have massive contributions ليهم مشاركات ضخمة هائلة the rent of this flat is very high الايجار بتاع الشقة دي عالي جدا as it is very اصله هو هائل او ضخم يبقى المفروض تقول لي هائل اللي هي massive الاولى اقول لك ثاني اوعى تنسى massive يعني هائل او ضخم mass يعني كتلة ويحشد وكم وشامل وجمهور masses دي اللي هي الجماهير والكتل والجمع بقى بتاعهم massive بشكل كبير طب ما تيجي نشوف اللي بعدها both books give readers a note of information كل الكتابين يعطوا القارئ قدرا او كما هائلا من المعلومات كم هائل من يبقى mass of information mass of يعني كم هائل من the company is sending a note to fix the problem with the heating system تيجي نترجم الكلمات تعالى نترجم الكلمات engineer يعني مهندس engineering طب الاولية engineered عشانها موضي الاول واحدة واحدة بالترتيب engineered معناها arranged كلمة engineer اصلا كاسم معناها مهندس engineer كفعل معناها يرتب او يصمم طب engineered معناها رتب او صمم طب engineering دي لها هندسة نفسها طيب engineer زي ما اتفقنا قلنا معناها مهندس ومعناها يرتب ومعناها يصمم طب engineers الجمع بتاعها انت بقى بتقول ان الشركة دي هتبعت ايه عشان يصلح المشكلة هتبعت engineer مهندس طب اللي بعدها he had no idea that his downfall had been by his deputy كلمة deputy دي معناها النائب بتاعك نائب الرئيس او كده يعني طب downfall دي اللي هو سقوطه او تدهوره يعني خرب بيته يعني هو ما كانش عنده فكرة ان السقوط بتاعه ده تم ترتيبه بواسطة النائب ترتيب يرتب يعني engineer يبقى has been او had been engineered طب ليه engineered تحديدا اصلا انت عارف ان كلمة engineer يعني يرتب had been والبسطة برتسب والفي خدنا engineered رقم خمستاشر on sunday will be restricted because of works القطار هيمنع خدمة القطار هتمنع هتوقف يعني يوم الحد بسبب اعمال works اعمال هندسية هيبقى engineering works اه engineering دي صفة خد بالك واسم engineering الهندسة ومعناها هندسي صفة واسم my father studied a ابويه بيدرس الهندسة يبقى engineering to be engineer عشان يبقى مهندس can we not from your silence that you do not approve هل يمكننا ان احنا نعمل ايه من صفانتك انك انت مش موافق طب ما تيجي انترجم الكلمة الاول detective استنباطي او استنتاجي او استدلالي deduction ده الاستنباط نفسه الاسم deductive دي صفة لكن deduction الاستنباط اسم deduce يعني استنبط او استنتج deducible يعني قابل للاستنتاج فلما نقول مثلا it is a deducible matter معناها قضية قابلة للاستنتاج مش محتاجة دماغ طب احنا بقى في الجملة هل يمكننا ان نستنبط من سكت من سكوتك يستنبط لها deduce رقم c اللي بعدها i think the answer is easily not from the evidence available اعتقد ان الاجابة easily بسهولة is easily deducible يعني يمكن ان تستنبط قابلة للاستنباط بسهولة ثانيا يا مستر نتعرف ان easily زرف عايز بعدها صفة وكلمة deducible قابل للاستنباط يعني صفة طيب رقم 19 he arrived at the solution by a simple process of هو وصل للحل عن طريق عملية سهلة من الاستنباط يبقى deducible طيب اللي بعدها he uses the not logic logic يعني المنطق انت عارف ان في مستلها اسمه المنطق الاستدلالي يبقى deductive logic طيب يبقى deductive logic منطق استدلالي deductive problem قضية استدلالية طيب رقم 21 he will receive payment for each not day that you work that he works المفروض عشان الفعل في الاول كان he طب ما تيجي نشوف كده ايه المطلوب هنا بقولك completed معناها اكملة الماضي من كلمة complete yucaml complete المضارع completing اكمال اللي هي الفعل المدفل i-n-g completely تماماً زي كلمة entirely totally انت في القبلة بتقول لي هو سيتلقى مرتب لكل يوم عمل كامل يبقى complete day طيب رقم 22 she is just a master's degree in law انت اواخد بالك ان she is يعني she is او she has وبعدين كلمة just كلمة دالع مضارع التاني يبقى نقول has just completed يعني اكملت توا او حصلت توا على ضاية انكابلة في بجال القانون ثلاثة وعشرين the building was not destroyed by the explosion explosion ده عم يعني انفجار ما تنساش ولما نقول population explosion انفجار سكاني يعني زيادة سكانية مش اللي السكان انفجروا وماتوا ولما نقول مسلا there is a great explosion in the styles of writing يعني في زيادة في اساليب او انماط الكتابة يعني كلمة معناها زيادة ومعناها انفجار بمعنى الناس تموتوا كده طيب المهم بقولك the building was not destroyed المبنى دمره كلية تماما يبقى completely الموضوع سهل وبسيط لو انت حفظت الكلمات ونصيحتي ليك كل ما ندخل على الجملة فيها اربع اختيارات انت مش هعرفهم تعالى موقف الفيديو وطلعهم في كشكولك واحفظهم وتعالى اكمل معنا بحس تقدر تستفيد 24 the police are trying ازاي are مش البوليس ده البوليس ايوه البوليس ده من يو عامل جمع are trying to discover what talk not inside the building قبل ما احل الجملة talk part يعني شاركة talk part in يعني شاركة في talk place يعني يحدث في طبعا talk place in يحدث في لكن take place take a place يعني ياخد مكان شخص بعد لما يكون الاب مش موجود يبقى الابن talk his place اخذ مكانه take part يعني يشارك زي ما اتفقنا طيب بقولك the police are trying to discover what talk a inside البوليس عايز يعرف ايه اللي حادثة يبقى talk place اللي رقم بي طيب رقم خمسة وعشرين he couldn't attend the meeting ماعرفش يحضر الاجتماع so his assistant talk his فيه لخبطة كده في الدمائر في الدنيا هنا المفروض he couldn't attend the meeting so his assistant المفروض غير دي وعمله his talk his اخذ مكانه يبقى talk his place talk his place يعني اخذ مكانه واحتل محله او حل محله he asked me how many countries هو سألني كمعاد الدول talk a in the last olympic games التي شاركت شاركت يبقى talk board today is a or an occasion for our country تيجي بقى ان نحركي لك موضوع historic و historical و historical وهكذا في ناس بسيطة فيهم معروفة history ده التاريخ معروف مفوش مشكلة historical معناها تاريخيا لما قولك it is known historically ذات من المعروف تاريخيا بأن في كلمة كمان اسمها historian اللي هو المؤرخ historian الراجل اللي بيكتب كتب التاريخ بنقول لي historian طيب داي معاك حاجات من اثنين historic و historical اكتب واسمع مني كلمة historic دي معناها هام تاريخيا ذات اهمية تاريخية زي من قول مثلا historic day historic moment historic building historic occasion دي معناها حاجات هامة تاريخيا مما تولي historical historical بنستخدمها لما نصف حدث في الماضي أو نحصف أحسن في الماضي مدة زمنية في الماضي هذا يعني مايه historical event يعني حدثاَ تاريخيا طيب الحاجة التانية إندي بيتستخدمها برضو كيمة historical عشان تتكلم عن دراسة التاريخ فلما قول historical research historical study historical evidence حاجة كدة وفقاً للدراسة طيب ونستخدم historical رقم ثلاثة في الكلام عن احداث او اشخاص او حقائق ماضي بمعنى لما اقول لك مثلا شيكس بير was a historical person او a historical figure يعني كان شخصية تاريخية نحن كده عرفنا historic معناها هام تاريخيا day moment building occasion طب historical كلمة historical دي معناها related to the past يعني حاجة كده بتصف الماضي سواء بتصف احداث الماضي او تصف اشخاص الماضي او حقائق الماضي او انك بتحكي على حاجة مبنية على احداث الماضي طيب زي مثلا ما نقول لك مثلا على سبيل المسال historical figure historical evidence historical study historical research historical object historical novel طيب historical context لو السياق او النص التاريخي يعني في جملةنا بقى جاب لك من occasion لسه حالا بقول لك ان حاجة لها علاقة بالتاريخ هامة تاريخيا يبقى ناخد historic occasion نحن هنختار historic الرقم اي طيب رقم 28 the january twenty five revolution صورت 25 نناير is the most important not event ركز معايا كده بقول لك event event احنا اتفققنا قبل كده انه مع كلمة event مع كلمة event و novel و object و context و figure الناس دي كلها باخد معه historical الى رقم بي اه 29 this book is the bestseller but it is not inaccurate بقول لك الكتاب ده اكتر كتابة بعث السنة دي لكنه غير دقيق تاريخيا تاريخيا دي حال فانت عايز historically طيب و برضو احنا من وفقا للتكرار اللي بنقوله ان كلمة inaccurate دي صفة و الصفة عايز قبلها حال فهتروح انت و انت مغمض واخد historically 30 بقول لك the statue اللي هالتمثيل يعني where cut into pieces تم تقطيعها الى اجزاء which not over 30 tons each كان وزنها 30 طن لكل واحدة طيب كلمة يازن يعني way و انا قدامي هنا which wayd رقم دي طيب يالبقين دول تعلم الاول waited دي معناها بديهي او زكي جدا طيب waited انتظر طيب waited دي معناها وزن او ثقل اشاور لك على حقيقة كده اقول لك I can't carry this weight لا يمكنه ان احمل هذا الوزن او هذا الثقل 31 we must not up the bruce and cons before making any choice في اديام عايزك تحفظه الاديام ده اسم way up يعني what way up يعني وازن زي كلمة balance كده بقول لك يجب ان نوازن ما بين المزايا والعيوب قبل الاختيار the restaurant not up 40 bound for the meal طيب تيجي ان ترجم الاول charged معناها غرّمة بيت دفعة gave اعطى cost كلفة حال انت اشتريتها فكلفت 50 جنيه ناخد cost المهم المطعم غرّمنا 40 جنيه على الوجبة يبقى charged we not 40 bound to the restaurant for the meal احنا 40 جنيه للمطعم 8 الوجبة يبقى احنا دفعنا يبقى بيت وعلى فكرة كان ممكن نقول we gave 34 بقى زميل نوات us الوجبة ايه الوجبة كلفتنا يبقى الوجبة كلفت cost 35 ركز معي لو انت عايش تقولي الحاجة دي طولها خمسة متر فتقول it is five meters long او طيب انا في الجملة دي في ان لأ يبقى انا اخد طيب اللي بعدها the great wall of china six thousand four hundred kilometers in يبقى لازم تاخد بعدها اسم اللي هو inlingeth زي برضو بقول لك مثلا high and in height طيب wide and width وهكذا آآ 37 the organization is now not in cairo تعال ان ترجم كده الكلمات دي عشان شكل بعضيهم كلمة اول واحدة كده كلمة basis دي قواعد او اسس طيب based لما اقول is based in يعني قائم فيه او مبني فيه طبعا base المفرد و basing ده فعلي مدرطل ing يعني قابله verb to be المهم انت بتقول للمنظمة دلوقتي قائمة في القاهرة يبقى is based in cairo is based in cairo اخد بداء البقى is based in cairo is located in cairo lies in cairo طيب 8 و 30 the planes have all returned to that القائرات كلها عادت الى اي طرح اسمع بقى مني كده واكتب وراي basics دي ما نهر الاسسس او القواعد زي ما تقول لي مثلا basics of grammar يعني قواعد القواعد اللغة يعني basics اسس القواعد طب لما تقول لي مثلا there are some basics you need to know هناك بعض القواعد التي يجب ان تعرفها بك كلمة basics معناها قواعد او اسس طبعا basic مفرد وكلمة basic دي بتستخدم بمعنى طيب basis لرقم c دي معناها اساس طيب ما هم كلهم شكل بعض لا اركز كده انت لما تجيب تقول لي بص آآ annual basis يعني اسس سنوية كلمة basis لرقم c دي بتستخدم كلمة way طيب اخر واحدة خلص base القاعدة اللي هي المكان اللي الشيء ده بيزهب ويعود اليه طب انت بتقول لي بقى ان الطيارة دي الطيارات كلها عادت الى القاعدة اللي هي المكان بتاعها اللي هي base رقم دي طيب شوف اللي بعدها هتوضح المور اكتر what are you not this theory on علامة انت تبني هذه القاعدة القاعدة خبالك او نظرية فيه R صح فلازم بالفعل لكم دفع الان جي يبقى basing طب معنى الجملة على بعض ديها what are you basing basing this theory on علامة تبني علامة تؤسس لهذه النظرية we should stop people not the environment عايزك تفهم ان stop لازم بعدها الفعل لفع الان جي لرقم دي وعلى فكرة كان ممكن نقول from polluting the government plans to not more jobs for young people طيب فيه مشكلة هنا ان كلمة job بيجي معاها get to do create التلاتة بس لو خدنا get a job معناها يحصل على وظيفة do a job معناها يؤدي وظيفة create a job يعني يوفر وظيفة الحكومة يجب ان توفر وظائف لكن انا i should do my job will اؤدي وظيفة كويس لكن it is hard to get a job صعب انك تجد وظيفة اليومين دول اثمين واربعين to find a job nowadays لقد باتها من الصعب انك تجد وظيفة اليومين دول خد بالك الجملة دي اصلا كده صح من غير ما نختار حاجة يعني انت ممكن تقول it's becoming harder to find دي صح الحاجة التانية ممكن نحط في النقط دي much harder الى رقم ايه وممكن نقول much more harder طب ما انا قداما في اختيارات more لا اركز انا ما تلكش more انت تقول much لوحديها وبعدين harder ينفع طب much more harder ينفع a bit more harder ينفع يعني اختصارا much وصفة المقارنة much more وصفة المقارنة a bit more وصفة المقارنة طب تقول 40 what not you to change your mind ما الذي يجعلك تغيره رأيك انت اكيد لمحته لقطة tool المصدر دي فبالتالي انا هستبعد made لو في الاختيارات مباشرة هاخد من هنا طيب هاخد caused لما قولك what caused you to change معناها ما الذي يجعلك تغيره من رأيك طب عايز اخد made هقولك what made you change ده رقم واحد change your mind يعني تغير فكرك تغير رأيك طيب عادة تعرف بعد من الكلمة الاخيرة خلص دي الماضي من كلمة seek اللي هي s-e-e-k seek soot soot وcode الماضي من catch catch quote quote طيب 44 travelers complain about lack of information when travel delays ايه بقولك ان المسافرين كانوا بيشتكوا لما ما كانش فيه معلومات عن تأخير عن سبب تأخير الرحلات طيب بعنش في الاختيارات caused, occurred, reasoned, made انت بتقول لي عندما حدث التأخير حدث يعني occurred اللي هي رقم بي طيب وكان ممكن قول happened برضو ما حدثه ايه ما باوت to say something which not a bit strange انا على وشك ان اقولكو حاجة يا جماعة تبدو غريبة يبدو يعني sounds looks هناخد sounds طيب ما انت في الاختيارات قدامك look و seem بس هو انت بتقول لي thing مفرد فكادة مفرد تبقى looks seems 46 40 sales have not doubled this year it 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 increased by 80% بداياتا علي تخبرك من كلمة buy انت بتقول لي يا زداد بنسبة 10% يبقى buy 10% وهكذا حاجة التانية انت بتقول لي ان الاسعار ارتفعت تقريبا الضعف تقريبا يعني nearly وما للناس التانية دي nearby مجاور نير بجانب neatly معناها باناقة ولما تلاقي حد عمل حاجة كده بشكل منمك فتقول عليه neatly 47 ابو سيمبل and the great wall of china have something in ابو سيمبل وصور السن العظيم هما الكنين في بينهم حاجة كده in common يعني مشتركة طبعا هرمونية هرمون وconflict يعني صارع او صراع وديامتر اللي هو نصف القطر طيب رقم 48 the city is easily not buy road rail or air يعني بقولك ان المدينة دي سهل الوصول اليها سواء بالطريق او بالسكة الحديد او بالقطارات بالطائرات يبقى accessible accessible يعني سهلة الوصول اليها طيب حتى بقولك ان youth have an access to the internet الشباب اصبح عندهم سهلة الوصول للانترنت on finding new evidence لما وجدنا دليلا جديدا police have decided to not the case قرر انه يعمل ايه في القضية ان هو يعني يعني يعيد فتح القضية طب ليه مش يعني يفتح ما هو معنى كده ان الولد اصلا كان فتح القضية وقفلها فلما وجدوا دليلا جديدا عشان كلمة يعني دليلا جديدا فقررنا ان احنا نفتح القضية مرة ثانية this is the greatest moment ever the monument the احدث اثر او اعظم اثر من الاثار اللي تم اكتشافها يبقى discovered طبعا انت عارف ever وبعدها بص برتسبل he has a lot of health problems عنده مشاكل صحية بقى انت بتقول health problems مش healthy problems because he not takes drugs لانه بياخد مخدرات اي بقى هو عنده مشكلة صحية لانه بياخد مخدرات بشكل منتظم يبقى regularly طب ليه ما ناخدش بداية ما نفعش اقول لك فنشيل طب تنفع بس تدريلي معناها نادرا ينفع لك هو عنده مشاكل اصل نادرا ما بياخد مخدرات طب ما هو نادرا ما ياخد مخدرات يبقى نادرا ما يمرض زي قلتي طيب و الزكاء الاصطناعي is the most important of computer science الزكاء الاصطناعي هو اهم برانش اهم فرع في فروع الكمبيوتر طيب ثلاثة وخمسين بقول هي الانطباعة اللي هي تدهولنا ان هي جيدة وطيبة وطيوبة واخر حلاوة but under the not she is evil في مصطلح كده اسمه under the service يعني under the service معناها من ناحية اخرى دي زي كلمة on the other hand يعني انت بتقول في الجملة كده هي تبدو طيبة بس من ناحية التانية she is evil يعني هي شريرة one of our problems one of our problems المفروض problems is that او ما هنحفظين يا مستر ان one of بعدها اسم جمع وفعل مفرد اقول لك مثلا the whale is one of the important scientists scientists لازم بعدها اسم جمع دايما المهم one of our problems is that cheap goods are not our market واحدة من المشاكل اللي بتواجهنا ان السلع الرخيصة are floating بتغمر السوق ده مصطلح كده اقتصادي معناها هي اغمر السوق يعني بتنتشر بشكل كبير the walls not is wide enough for soldiers to ride along on horses طيب في اي في نقصف كلمة soldiers دي المهم the walls a woods التساع الكبري اللي بيابله خمسة متر طيب انت واقب بلك ان الكلمة دي هنا صفة يعني صفة يعني منفعش نجمع الصفات وبالتالي نقول five meter الشرطة اللي في النص دايما بتخليها صفة despite the diplomats efforts برغم جهود الدبلوماسي the two sides failed to not agreement طيب خد بالك ان انت عايز تقول تصل الى اتفاقية تصل الى اتفاق اسمها reach agreement او come two زي ما انا كاتب لك كده فلو هنا في two كنا اخدناها يعني لو في come two كنا اخدناها برضو يعني احنا اخترنا مين هنا احنا اخترنا reach ولو في two كنا اخدناها اخترنا مين يعني اخترنا بي بس او انك لبيت two وتاخدها هي كمان طيب بعد كده سبعة خمسين طبعا نفس الجملة بس يجاب لك هنا تو فهناخد come two ما فهاش مشكلة دي طيب تمانية وخمسين i located with a at what i had achieved نظرت بي كفخر بفخر طيب ما تيجي ان ترجم براود دي صفة معناها فخور براود دي صفة معناها فخور براود دي رقم بي اللي هي الفخر طيب براود دي رقم سيد العروس برد اللي هو الموكب اللي ماشي في الشارع بيقولك انا نظرت بفخر طيب انا فخور يبقى ايام براود انا فخور بما حققته طيب اثناء المناقشة صوته بدأ يعلى فانا مشيت في الحال طيب ما تيجي ان ترجم كلمة دي معناها يرفع او يربي ومعناها يجمع مالا طيب رقم بي كلمة معناها ينشأ طيب كلمة ريز رقم سي معناها يرتفع او يعلو او يزداد طيب الاخيرة معناها يثير انت بتقول لي بقى صوته بدأ يرتفع يبقى ريز صوته بدأ يرتفع يزيد علينا فاحنا مش هنا وسبناه اثناء المناقشة بدأ يرفع يرفع اللي هي ريز رقم ايه يبقى صوته بدأ يرتفع ناخد ريز طيب هو بدأ يرفع صوته يرفع يبقى ريز طيب هي كيرفولي اميتنج هي كيرفولي نقط اميتنج واذا تشيرمان تجتب رموتد هو بعناية ضبرة او خططة او رتب اجتماعا مع المدير عشان يترقى طب خططة دي يعني ايه يعني انجينيرا على فكرة كان ممكن نحط مكانها ارنجد برضو اي فلت هابي وين صلاح هيدت زابول انتو ذا نقط جول انا كنت فرحان لما صلاح ضرب الكرة بدماغه في المرمى المفتوح الفاضي بقى اوبن طيب اوبن دي خد بالك معنى هيفتح وبنستخدمها كصفة بمعنى مفتوح يعني لما اتصل بالشركة مسلا نقولهم اريو اوبن توداي هو انتو فتحين النهاردة اريو اوبن تمرو هتفتحه بكرة طب اربعة وستين اول خط مترو فو تي حا يبقاوز اوبنت رقم بي فتحة مجهول سيلز فل اوف ا نقط ان ذا فرست كوارتر اوف زيير ده اديام يا شباب برضو اديامس دي مش مطلوبة منك مية في المية بس معرفتك للحاجات دي كويسة برضو حاجة حلوة في مصطلح اسمه فول اوف اكلف يعني ايه فول اكلف معناها ينهار او ينخفض او يهبط فانت بتقولي بقى المبيعات انخفضت في الربع الاول من هذا العام استخدام التكنولوجيا الحديثة هؤلاء الفلاحين بيزرعوا المحاصيل على مدى على نطاق كلمة massive معناها واسع considerable معناها كبير او ملحوظ massively معناها بشكل كبير ايه الاختيارات ايه اكيد اندبي لو قلنا massive scale معناها على نطاق واسع considerable scale معناها على نطاق كبير على نطاق واسع طيب سبعة يعني شركتنا قررت ان هي تنقب عن البترول في السواحل المصرية انتبه لله هقولولك ده كويس انت ممكن تقول يبحث عن البترول يبحث عن البترول يبحث عن الماء فهناخد هنا بمعنى ينقب عن رقم ايه بل 60 انا قررت اروح لننذهب الفندق ده مرة تانية معناها بشكل سيء بشكل فقير موضوع معناها مجهز ولا ويد موزون معناها انه هو فقير في تجهزات وهو مفهوش التجهزات اللي انا محتاجها ومنها اللي هي معدات اسمي اللي يقعد دايما محتاجين نعمل خطة للمستقبل طب يعمل خطة يبقى ميك وعلى فكرة ممكن قولك اعمل وفقا لخطة زي يتوقف عمرهم متوقف عن عمرهم متوقف عن ان يدهشونا طب ما تيجي نشوف كده امازد مندهش مدهش الراجل كان امازد لكن الحاجة اللي عملها كانت شيء مدهشة امازد يعني يدهش اللي هي الدهشة والاندهاش وانت عندك تو عايز بعدها الفعل في المصدر فناخد امازد طب معناها هم لم يتوقفوا يوما عن ان يدهشونا بابداعهم ومهاراتهم القوية انت حافظ الايديام ده ولمستقبل ده يعني مصنع الطاقة الجديد انقطاع التيار الكهربائي اسمه باور كت ده برضو محفوظ مفوش مشكلة how long did it take you to get a the airport by car الموضوع بياخد منك قدي عشان تصل الى يصل الى اسمها get ومعها 2 دايما طيب بعض المنازل في اسوان are made mud bricks انت عايزك تعرف ان كلمة مصنوع من اسمها made out of لرقم دي اه سبعة وخبس وسبعين this reason لهذا السبب احافظها اسمها for this reason في ايديامس كده انت بتبقى مسلم بيها وعرفها من غير ما تفكر زي في for this reason طيب يعني تدار على او تسير على everything has been provided to make this room and restful for justice رستful يعني كلها راحة ولك كل شيء تم القيام ده لكي نجعل هذه الغرفة ايبة ومريحة اكيد جذابة attractive او ما لقي attracted معناها جذبة ومعناها منجذب I am attracted to you انا منجذب اليك رقم c attract يعني يجذب ده الفعل attractiveness اللي هي الانجذاب نفسه والاسم منها he walked fast because he didn't want to know the best هو مش بسرعة لانه مش عايز يفوت الباص يفوت دي اسمها miss طب لو هم مش بالراحة هنقول he lost the best distance learning التعلم عن بعد was not twenty years ago no one imagined it محدش كان قادر يتخيله طيب ما تيجي نشوف الاختيارات unsinkable كلمة sink الاولانية دي معناها يغرق انس او يغوص unsinkable يعني لا يغوص لما تلمي ورقة في الماء الورقة ديت بتكون unsinkable يعني لا تغوص في الماء لا تغوص في الماء طيب رقم b unsinkable جاي من كلمة think يعتقد unsinkable يعني impossible مستحيل طيب unbelievable unbelievable دي معناها مدهش يعني شيء ومعناها برضو شيء اه امرا مدهشا يعني او او امرا مثيرا طيب اه unbearable يعني لا يطاق لا يتحمل انت بتقول لي ان التعلم عن بعد كان زمان شيء مستحيل لكن اصبح واقع يبقى unthinkable طيب وun believeable دي معنى لو يصدق بمعنى حاجة كده انت تكذب علينا خان الخليلي is not to be one of the most exciting markets in Egypt خان الخليلي يعد او يعتبر يبقى is considered to be طب ليه ما ينفعش regarded as ايوجوة ل blame students for زر initials دي الحروف الاولية من اسمعهم بتلاقي الواد الحبيب اسمه هايسم كتب لك حرف ال H كده على التختب بتاعته اتش دي انا هيسم يعني وبعدين عمل لك قلب كده فاضي طب ليه مش عايز يعمل القلق حرف هنا عشان محدش عارف هو بيحب مين يعني وكده المهم ال H دبقى اسمه initial فبقول لك ايوجوة ل blame students انا دائما بلوم الطلاب ان هما بيحفروا حروف الاولية من اسمعهم على الدكة طيب يحفر دي اسمه curve لرقم دي او مال ايه drill يعني يثقب و drill معناها تدريب حتى بتلاقي في الكتب كده مكتوب drill one drill two يعني تدريب الاول تدريب التاني طب curving دي من كلمة curve اللي هو التعرش يعني tunnel يعني ينقب اهليز three to zero when moved them to the first position position دي معناها المكانة او المرتبة يعني هو وصلهم للمرتبة الاولى في الدوري هما المركز الاول the museum was built as a lasting to the civil war في اديام هنا اسمه lasting monument يعني ايه lasting monument معناها رمز دائم او معناها نصب تذكاري دائم يعني كل ما تشوفوا تفتكر حرب اكتوبر فده اسمه lasting monument طبعا الصفحة دي مش باينة بس اكتبها اكيد قدامك المحامي طلب من المحكمة ان هي تضع في اعتبارها consider يعني يضع في اعتباره حالة صحية لمفوضه اللي هو الرجل المتهم بها اللي هو قتل بس سيطلع بريء طيب بعد كده hydrogen and oxygen دول اتنين to form water طيب قولك ان الhydrogen والاكسجين بيتحدوا لتشكيل المياه يتحد اللي اسمها combine وcombines يتحد برضه بس عشان الفعل لو مفرد combined combination اللي هو الاتحاد بما بينه the bank provides loan facilities البانك بيوفر تسهيلات قروض its clients لي لي يبقى for ما انت عارف ان بروفايد شيء فور شخص او بروفايد شخص وز شيء طب ما تجدين نشوف تمانين وثمانين the bank provides its clients يبقى بروفايد الشخص وز الشيء يبقى وز he insisted on paying not her meal هو صمم انه يدفع ثمن الواجبة يدفع ثمن الشيء اسمها pay for الشيء طب امتى ناخد بيته بيته يعني يدفع لشخص انت اشتريت سيارة من عمر فانت المفروض pay for the car to عمر طب في كلمة اسمها pay off معناها يسد الديون هو اولاك انت منفعش تاخد الحاجة دي غالية عليك and you will not be able to pay off يعني مش هتكون قادرة على انك تسدد الديون he insisted on paying not her meal احنا اخدنا فور دي فين احنا قلنا دي المفروض تبقى فور تحت هنا بعد كده بقى تسعين ترابد مينرز دول اللي هم عمال المناجم المحتجزين بقولك ان عمال الانقاذ بها يعني اخدوا طريقهم في النفق عشان ينقذوا الناس دول لازم يبحثوا عن شلتر يعني مقوى يعني يبحث عن او يرغب فيه والماضي من سيك سوت سوت المهم ان الجنود يعني علقوا في مفاجئ مع صفة الرملية المفاجئة وكان لازم يستخبه في حتة لما تخلص سان ديون رقم سيدي معناها الكثبان الرملية اللي هي الكتل جبال رمل وتراب طبعا اللي هي الفخ ومعناها يملفخ دائما ما كان هناك مشاريع انشائية بخمة يبقى مشاريع انشائية عملاقة مشاريع انشائية عملاقة مجال الهندس الورثية يثيروا اهتماما يثيروا يعني اروز لرقم ب رقم 94 انت ما زلت صغيرا انت رسا قدامك الحياة برمتها يعني حياتك كاملة رقم 95 لكوني هم طلابا مهذبين لا نتوقع ان اي مشكلة سوف تنشأ تنشأ يعني ايه؟ يعني رقم ايه يبقى انتفقنا كده ان كلمة arise يعني تنشأ ولو نقول مشاكل تنشأ او تظهر طيب صديقي تمكن من ان يحصل لنفسه على وظيفة في موقع بناء طيب رقم سايت رقم سيدي معناها الرؤية او الابصار وست يجلسوا معناها المكانة المكان الموضع وهكذا مسؤوليتك انك انت توفر لنا دليلا في مصطلح اسمه دليل ملموس او دليل قاطع يعني حاجة لا تصدق حاجة لا تصدق اكيد اكس راي اشعة اكس طاقة او حلولا رخيصة للطاقة طاقة او حلولا رخيصة للطاقة اميشنز اللي رقم بيه معناها انبعاثات طيب الشمس ومتعملش انبعاثات ذرية وكده ولا فما بتموتش حد اميشنز اللي قولناها دي معناها البعثة المهمة اللي انت رح تعملها ادميشن دي من كلمة ادمت يعني اعتراف مية واحد مو صلاح طبعا دي صلاح محمد صلاح ده لعيب مشهور فيمص يعني مشهور حالو مشهور دي البدئال بتاعتها فيمص او نون او سيليبريتد هو مديني في الاختيارات طب ميستر مشلمة فيمص يعني مشهور او شاع زي كلمة كامون كامون يعني شائع منتشر لكن سيليبريتد معناها مشهور زي فيمص اوهر تيم اوهر تيم فريقنا سينتقل مباشرة الى جو ثرو جو ثرو يعني سينتقل مباشرة الى المعبد الجديد ووز ايه تو افاي تو اكونكريت يعني سوف يتم ربطه وسيربط سيتصد يبقى اول اوز التاتش دو التاتش دو يعني مرفق بي مربوط بي طيب لكن لو احنا خدنا او لينكتد يعني ليه علاقة بي اي كود انت باي اول ماي نيتس بيكوز ماي ماني ران ايه انا ما عدفت اشتري كل اللي انا عايزه اصل الفروس بتاعتي ران اوت خد بالك كان ممكن اقول لك اي كود انت باي اول ماي نيتس بيكوز اي ران اوت اوف ماني انا اوقف لازم بيجيب بعدها الحاجة اللي خلصت النص يعني يعني يضيق او يوضح او يزين فانت بتقول لي بقى النص بيوضح اه تفكير الفيلسوف ده كلمة هنا ترى معناها ايه ويوضح ويضيق ويفهم ولا يركز على طب ما هي كلمة معناها يضيق اللي هي ومعناها يوضح في النص هده معناها ما ينفعش تقول لي اصل النص ده بيضيق الفلسفة لا ده هو بيوضح الفلسفة تحت الرجل ده may not work in clay clay ده اللي هو السلصالي يعني الطين كده but i can get greater detail from wax من اللي بيشتغلوا في من اللي بيشتغلوا في الكلي في السلصالي اكيد الناس اللي بيعودوا التماثيل اللي هم اسمهم سكالبترز اللي هم رقم D the children were not to leave the classroom quickly when the fire bill rang الاطفال تم تدريبهم هو عايزك تختار يعني كلمة يدرب اللي هي drill drill رقم B where drilled يعني تم تدريبهم على ان هم يغادروا الفصل في حالة الحرائق اللي هي خطة الاخلاء اللي كانوا بعملوها في مدار الزمان دي لو انت تتفاكر يعني طيب drill دي معناها يدرب drill معناها يثقب ومعناها ينقب لما يقول drill for water ينقب عن المياه زى capital اللي هي العاصمة و capital معناها رأس مال و capital معناها اعدام was into darkness اصبحت في ظلام من دامس buy power cut بسبب انقطاع الكهرباء power cut هنا بتدي نفس معاني ايه يا ترى black out اللي معناها العتمة او التعتيم او الظلام block يعني عمارة isolation اللي هو العزل power failure باردو معناها انقطاع الكهرباء و insolation اللي هو العزل طيب ايه الفرق بقى بالاتنين insolation دي معناها العزل ان حد يعد لوحده طيب isolation دي معناها عزل السلك بتاع الكهرباء نقول عليها isolation طيب بعد كده رقم مئة تسعة they are going to build a new power station هي يبنوا محطة طاقة جديدة the synonyms of build build معناها يبني بتدي معنى انت حافظهم اكيد construct يعني يشيد و establish يعني يبني و كلمة erect يعني يبني و set up ينفع برضو طيب رقم مئة و عشرة we went home as the sky began to darken و ذهبنا للمنزل لان السماء بدأت darken يعني تظلم عكس كلمة darken يظلم عكسها يضيق اليوميات اللي استحالين واخدينها و lighten برضو كده خلصنا الحمد لله رب العالمين الكلمات ننطلق على القواعد خاص جهور سلام عليكم مش ساة ثorus معنى